موسيقى بسم الله أنا مريضة كنت نعاني من سنتين إن كان عندي مشكلة كأنه في شيء عندي في الرقب تياني يحاصل سبب لي في صعوبة في البلع بعض الأحيان كان يصير استرجاع للأكل يعني يترجع مش دائما أحيانا في بلدي طبعا درت الفحوصات وأجريت كل الفحوصات اللازمة والأشعة والصورة تبين إنه عندي يجيب في المريء هو سبب لي كل هذي المشاكل طبعا داكاترا غادي في بلدي نصحوني إنه بقيت ندار بعملية جراحية في بلدي ما كانش يتوفر التقنية الحديثة إنه هو ينشار بالمنظار كان عملية جراحية فنصحوني طبعا الأهل والأصحاب اللي لازم نديرها بالمنظار أسهل فبعد البحث والتقصي عن الداكاترا وعلى المشافي نصحوني يعني بمشفى مواريان بتركيا وشكروني الدكتور صالح عن جد يعني بعتولي وبعتنا لهو الحالة للتقارير وشن ورد علينا يعني شن هي الإجراءات للتندار وتوكلت على الله والحمد لله وأجريت العملية والحمد لله صحتي أحسن والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله فردوانا'nın bize Libya'dan yutma güçlü kilo kaybı şikayetleriyle والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله تهوني الهدراسيات المنطقة يمكنك القيامات على الهدى 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 البحثة. ها يمكنك المنطقة على الهدى إجراء البحثة. منذ وقال تحديد البحثة على هذا المنطقة بحثة لنصف الهدى المنطقة. صراحة أنا أول ما دخلت مستشفى من المدخل يعني تخيلت أني خاشت الفندق سبع نجوم مش خمسة نجوم يعني الحق من الريسيبشن يعني الأدوار الصراحة التاقم اللي بيشتغل المستشفى كل من اللي في الاستقبال التمريد زي ما قلت المترجم يعني صراحة كلها ناس في غاية الدق ومرتبين يعني وناس محترمة كلها والحمد لله يعني بأول ما الشخص يخش على المستشفى يحس إنه هو كأنه جاي مكان سياحي كأنه جاي لي فندق ومن بعد إنه هو يعني جاي سياحة مش علاج بينسى المرض صراحة حقيقة يعني مستشفى ماميرياد ليتاقم بالأكمل وشكر خاص للدكتور صالح